في تطور لافت للأحداث التي تشهدها ليبيا أعلن تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل تأييده لعملية كرامة ليبيا التي انطلقت قبل أيام بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر فيما تضاربت الأنباء حول انضمام وزارة الداخلية للعملية ما زال الغموض يسيطر على المشهدين الأمن والسياسي في ليبيا بعد تزايد الانشقاقات العسكرية في صفوف الجيش الليبي فقد أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية فجر اليوم انضمامها إلى عمليات الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة في بنغازي وطالب قائد القوات الجوية العميد جمع العباني الليبيين بدعم الجيش الوطني في هذه العملية وفي المقابل أيدت بعض الجميليشيات الإسلامية المسلحة وصف الحكومة الليبية حركة حفتر بالانقلابية الأمر الذي ينذر بمواجهات مسلحة في حال استخدام تلك الجماعات لسلاح ضد حفتر ورغم التطورات المتسارع على الأرض حددت المفاوضية العليا للانتخابات يوم الخامس والعشرين من يوليو المقبل موعد للانتخابات البرلمانية كما قرر المؤتمر الوطني العام تأجيل منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق لأسبوع آخر من جانب آخر وصلت قوات درع ليبيا الوسطى التي تتخذ من مصرات مقرا لها والمقربة من الإسلاميين إلى مشارف العاصمة ترابلوس في محاولات لتأمينها بعد دعوة رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أوسهمين للقوة بالدفاع عن البرلمان غير أنها أصدرت بيانا أكدت فيه أنها ليست طرفا في الاستقطاب الذي تشهده البلاد منذ أيام وفي الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الاستخبارات العسكرية دخولها في معركة الكرامة أكد حفتر استمرار العمليات المسلحة لتطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الأخوان المسلمين على حد قوله ميدانيا أدت المعارك المسلحة في ترابلوس اليوم إلى مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة صلاح الدين في حين قصفت قوات حفتر مع عسكرا لجماعة أنصار الشريعة بمنطقة القوارشة في بنغازي التي شهدت أيضا مقتل مهندسين صيني أثناء توجهه إلى عمله في بنغازي خارجيا نأت الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها عما يحدث في ليبيا حيث قالت إنها لا تؤيد أو تقبل أو تساعد في الأفعال التي تقوم بها قوات حفتر ومنها الهجوم الذي نفزته على البرلمان اشتركوا في القناة